اشتركوا في القناة 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 ويكسر من قبل الآخر يبقى حبة يحب محب هات اسم الفاعل مما يلي وضعه في جملة مفيدة تجرى تاجر عن قول كده التاجر الأمين محبوب قال قائل صامى صائم نهى ناهن وعى واعن أشرف مشرف علم معلم استفاد مستفيد السؤال بعد كده ضع اسم الفاعل بدلا من كل فعل مما يلي الكتاب صديق يفيد وصاحب يؤنس طبعا عندي هنا الفاعل يفيد وعند الفاعل يؤنس طبعا منقول يفيد الماضي بتاعه أفادة يبقى فاعل غير سلاس يؤنس فاعل غير سلاس يبقى أنا هنقول يقلب حرف المدرعة من مضمومة ويكسر ما قبل الآخر يبقى الكتاب صديق مفيد وصاحب مؤنس القراءة الوعية تنفع وتمتع القارئ طبعا تنفع الفاعل بتاعها نفعة يبقى نجيب على وزن فاعل يبقى القراءة الوعية نافعة وممتعة للقارئ وممتعة للقارئ أو ممتعة القارئ أخي يرشد السياح أخي مرشد السياح المؤمن يقول الحق المؤمن قائل الحق أنت تأتي بالخير هنا بقى عندي تأتي وتجف شوية هتلاقيها الفاعل بتاعها أتى فاعل ماضي ناقص والفاعل الماضي ناقص لو جه في حالة الرفع أو في حالة الجر يحزى في حرف الإيه العل يحزى في حرف الإيه العل فأنا هنقوله أنت آت بالخير زيها أنت راض أنت ساع وهكذا وخلي بالك من نقطة دي عشان دايما متجن فيه الامتحانات الصديق ينمي فيك الفضيلة الصديق منمن فيك الفضيلة طبعا عشان الفعل ده فعل معتل الآخر برضه صافي القلب يسعى إلى الخير دائما صافي القلب ساع إلى الخير دائما السؤال بعد كده استخرج كل اسم فاعل وبين فعله الطالبان المتفوقان يحبهما المدرسون مص على الطالبان مفردها الطالب طبعا وزنها كده الفاعل يبنى عندي الطالبان الفعل بتاعها طلبة المتفوقان الفعل بتاعها تفوقة المدرسون الفعل بتاعها درسة لكن قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون طبعا عندي اسم الفاعل هنا محسنون والفعل بتاعه أحسنة بعد كده العامل الماهر مطقن عمله العامل الماهر مطقن عمله يبنى عندي العامل الفاعل بتاعه عاملة الماهر مهرة مطقن أتقنة التائبون المستغفرون يرضى الله عنهم عندي التائبون مفرده التائب يبنى الفاعل بتاعها تابة المستغفرون مفردها المستغفر الفاعل بتاعها استغفرة الساعي في الخير يقدره الجميع طبعا الساعي مفردها ساعة الماضي بتاعها ساعة رأيت أفضل رامي في بطولة الرماء الدولية طبعا رامي الفعل بتاعها رمى البيت اللي بعد كده وعاجز الرأي مضياع لفرصتي حتى إذا فات أمرا عات بالقدرة طبعا عندي عاجز الفعل بتاعها عجزة وأنا ابن عدل لن تزوب سماحتي وأنا الذي ما كنت يوما خائنا طبعا عندي هنا اسم الفاعل خائنا الفعل بتاعها خانة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني عندي هنا اسم الفاعل قائلة الفعل بتاعها قال أنت الشموس المشرقات على الدجا والضوء سار ألف قرن بعدنا الشموس المشرقات مفردها المشرقة يب الفعل بتاعها أشرق لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة آكله الفعل بتاعها أكله بعد كده ضع اسم فاعل مكان النقط فيما يلي هنقول كده المجد يصل إلى هدفه أو المجتهد يصل إلى هدفه قرم مدير المدرسة الطلاب المتفوقين المتفوقين أبي يعطف على المحتاجين أبي يعطف على المحتاجين خير الأصحاب الصادق الأمين خير الأصحاب الصادق الأمين الهدوء مريح للأعصاب الرياضة مفيدة للجسم الرياضة مفيدة للجسم نجي للسؤال رقم 6 اختر الصواب لكل مما تحت وخط عندي بدا سؤال برضو من اسئلة الامتحانات يجيب لك قطعة او يجيب لك جملة وفيها فعلين متشابهين او يعني يجيب منهم اسم فاعل بطريقة واحدة زي الاسد زائر بصوت عالي طبعا هنا يقول لك زائر الفعل بتاعها ايه الفعل بتاعها زارة زائر ولا زارة ولا زورة طبعا هنا الفعل بتاعها ايه زارة يقول لك ايه زائر الاسد او زارة الاسد يبقى اللي ايه اللي هي في النص دهية اللي عليها ايه همزة زيها زي ما قلت الجملة بتاعي في شرح اسم الفاعل سأل سائل سؤالا لشيخ فجاء جواب الشيخ كلماء السائل طبعا هنا سائل وسائل ويقول لك هات الفعل ايه الفعل ايه الفعل من الاسمين كذلك نفس السؤال محمود زائر صديقه المريض طبعا هنقول الفعل بتاعها ايه زارة وركز بالجوزية دهية عشان دايما بتبه مصار ايه مصار في الامتحانات سوق من الفعل رجاء اسم فاعل في جملة مفيدة طبعا بص على رجاء هتلاقيه فعل ايه فعل ناقص وبالتالي عند الاتيام باسم الفعل منه ويه حيكون نكرة يبقى يحزى في حرف الايه العنة هنقوله انت راجن للخير انت راجن للخير بعد كده القاضي العادل حصن للمظلومين اعرف العبارة السابقة هنقول القاضي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة العادل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة حصن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم للمظلومين اللام حرف جر مبني لا محل له من الاعراب المظلومين اسم مجرور وعلامة جر هلياء لانه جمع مذكر ايه سالم كده عربنا العبارة استخرج باجا اسم فاعل من فعل صحيح طبعا عندي اسم فاعل من الفعل الصحيح عندي كلمة العادل الفعل بتاحها عدلة اسم فاعل من فعل معتل القاضي الايه القاضي الفعل بتاحها قضى بعد كده اعرف ما يأتي الرياضة تجعل الزهن متفتحا الرياضة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم تجعله فعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة لانه لم يسبق بناصب ولا جازم والفعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الرياضة الزهن مفعول به اول منصوب علامة نصبه الفتحة متفتحا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة القطع او السؤال اللي بعد كده يقول لك النوم ضروري للكائن الحي النوم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الحي نعت مجرور وعلامة جره الكسر لانه يخلص من السموم الناتجة عن النشاط النشاط اسم مجرور وعلامة جره الكسر اسم فاعل من فعل صحيح عايز اسم فاعل من فعل صحيح عند هنا الناتجة الفعل بتاحها نتجة الناتجة الفعل بتاحها نتجة اسم فعلا من فعله معتل الوسط الدائم الفعل بتاعها دامة الذي يقوم باستشارة غيره يسمى المستشير الذي يقوم باستشارة غيره يسمى المستشير وخلي بالك برضه عشان حاجينا عبارة مشابهة لها في درس اسم المفعول يبقى الذي يقوم باستشارة غيره يسمى المستشير يعني انا بنستشير ايه الاخرين صوب الخطأ وركز برضه زي ما قلتلك كده عشان دي جملة امتحانات انت داعي ليه الخير يقولك انت راضي ويثبت لك حرف العلة بنجي رايح حزفين حرف العلة وحطين كسرتين تحت العين يبقى انت داعي الى الخير طب نعرفها ازاي هنقول داعي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة لانه اسم ايه اسم منقوص بعد كده القطع اللي معانا التانية القارئ الجيد يقرأ الموضوع يقرأ الموضوع طبعا الفعل ضمير مستطر تقديره هو يقرأ هو الموضوع الموضوع مفعول بيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة عندي بعد كده اكثر من مرة فالقراءة الايه الاولى يقرأه كراءة عادرة لتكون لتكوين فكرة اولية عنه والقراءة الثانية تكون ابطأ من الايه من الاول يبقى ابطأ خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة واسم تكون ضمير مستطر تقديره هي يعود على الايه على القراءة وهذه هي القراءة النافعة القراءة النافعة النافعة خبر ثاني مرفوغ علامة رفع الايه الضمة الايه الظاهرة استخرج من الفقرة اسمه الفاعلين واذكر افعالها التي اشتقت منها تعالوا نشوف الاول القارئ الفعل بتاعها قرأة عندي عابرة الفعل بتاعها عبرة عندي المهمة الفعل بتاعها أهمب أهمب يهم ومهمب أهمب القراءة النافعة القراءة عندي كلمة النافع الفعل بتاعها نفع المؤمن ساعن فيه الخير صفي بالخطأ نشر طبعا حرف العلة ونحطه في ايه الكسرتين المؤمن ساعن فيه الخير الدالا على الخير كفاعله اجعل المبتدأ Forschوصل كما نشره يبقى الدالون على الخير كفاعلية وان طبعا هنحزف النون عشان الاضافة يبقى الدالون على الخير كفاعلية جمع المؤنس السالم الدالات على الخير كفاعلاته كن دائما على قدر المسئولية المسندة اليك متحملا تبعاتها كن دائما زرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة يبقى كده حط في طناقك دائما على طول كده أو باستمرار زرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة ولا تتعجل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لتكون أنت مصدر التقصير مصدر التقصير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر اسم فاعل لفعل ثلاثي وزنه عندي طبعا هنا اسم فاعل لفعل ثلاثي وزنه ما حدد ليش هل هو مؤتل ولا هو صحيح يعني العملية مفتاحة بالنسبة لي فهنقول دائما الفعل بتاعها داما وقادرا الفعل بتاعها قدر خلي بالك هنا لو حدد لي وجال لي فعل ثلاثي مثلا صحيح أو فعل ثلاثي معتل الوسط بنلتزم بالكلام المطلوب ولكن عشان جال لي اسم فاعل لفعل ثلاثي وزنه ما حدد ليش هل هو معتل ولا هو ايه ولا هو صحيح فمناخد الايه اللي اتنين اسم فاعل لفعل غير ثلاثي عندي متحملا الفعل بتاعها تحملا خبر لفعل ناس خوز كرنوع عندي ده قدر المسئولي على قدر على قدر خبر شبه ايه شبه جملة مصدر فقد تكون مصدر التقصير يبقى هنا ايه مصدر خبر ايه خبر مفرد قال الشاعر اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصيه حدد في البيت السابق اسم فاعل يبقى ايه مرسلا الفعل بتاعها ارسلا اعربه مرسلا خبر كنت منصوب علامة نصبه الايه الفتحة خبر كان او خبر كنت منصوب علامة نصبه الايه الفتحة انت في ضروب العمل يبقى انت هنقول انت ساعن طبعا انا منجيب ساعي وعندما انها مرفوعة يبقى بنهزف حرف الايه العلة ويعوض عنه بالتنوين يبقى انت ساعن انت ساعن القطع او بالسؤال اللي بعد كده انت قارئ واعن صوب الخطأ يبقى واعن العين نشير الحرف العلة ونحط بداله كسرتين الصدق رأسه كله فضيلة فضيلة طبعا عود نفسك الاسم اللي يجي بعد كله جميع وسوة وكافة وعامة يعرب مضاف اليه مجرور وعلامة جره الايه الكسرة يبقى فضيلة مضاف اليه مجرور وعلامة جره الايه الكسرة وان بدى للبعض خلاف ذلك وان بدى خلاف ذلك للبعض يبقى فعل مرفوعة وعلامة رفع الايه الضمة فاحرص على هذا الخلق العظيم طبعا فاحرص على هذا الخلق العظيم يبقى الخلق بدل طبعا اسم معرب بالالف واللام بعد اسم الايه الإشارة ويجوز حس في اسم الإشارة فيعرف هنا إيه بدل مطابق مجرور علامة جره الكسر استخرج من الفقرة السابقة اسم فاعل فاعل ثلاثي وزنه عندي اسم فاعل فاعل ثلاثي عندي الصادقون الفاعل بتاحها صدقة الصادقون الفاعل بتاحها صدقة وقلت لك طبعا أما بتيجي تطلع اسم الفاعل أو اسم المفعول أو أي مشتقات عندك المناجبش المفرد دور على المسنة ما نجيكش المسنة دور على الجامع بأيه بأنواعه الثلاثي اسم فاعل فاعل غير ثلاثي وازكر فاعله عندك منجن منجن والفاعل بتاحها نجع اسم معرب علامة أصلية طبعا عند العلامات الأصلية طالما مجل اسم عند العلامات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة فأنا هنا ممكن ناخد كلمة الصدق مبتدى مرفوع علامة رفع الضمة فضيلة مضاف إليه مجرور علامة الجر والكسرة مثلا خلاف فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ما فيهش مشكلة خالص يعني أنت بالضوء بالجيب اس يا مرفوع بالضمة يا منصوب بالفتحة يا مجرور بالكسرة آخر معرب العلامة الفرعية العلامة الفرعية هي العلامة التي تنوب عن العلامة الأصلية في الإعراب زي مثلا الألف فيه بتنوب عن الضمة فيه حالة رفع المسنة الياء بتنوب عن الفتحة والكسرة في حالة جر المسنة أو ايه أو نصبه وهكذا يعني أنت بتبحث عن الألف في المسنة الياء في المسنة بتبحث عن الواو في جمع المذكر السالم الياء في جمع المذكر السالم ده العلامات الفرعية عندي طبعا العلامات الفرعية اسمه مع ربي علامة فرعية عندي الصادقون وعندي محبوبون الصادقون ومحبوبون عزبجة اسمين مبنيين مختلفين واذكر نوعهما خدنا المبنيات في الصف الثاني الإعدادي وكانوا خدنا ست حاجات خدنا الضمائر وخدنا أسماء الإشارة وخدنا الأسماء الموصولة وخدنا بعض الضمائر بعض الظروف وهكذا بالنسبة لأسماء المبنية فأنا عندي هو ضمير وهذا اسم إشارة هو ضمير وهذا اسم إشارة المواطن المخلص ساعي لخير بلده صوب الخطأ في العبارة طبعاً هنا المواطن المخلص ماله ساعي فطبعاً ساعي هنا خبر وأخيرها حرف علة فيحزف حرف العلة لأنه طبعاً جاء نكرة مرفوعة يبقى المواطن المخلص ساعي لخير بلده قال الشاعر قف دون رأيك في الحياة مجاهداً إن الحياة عقيدة وجهاد حدد في البيت السابق اسم الفاعل طبعاً مجاهداً الفعل بتاعها جاهدة أعربه قف مجاهداً كيف يقف أو كيف أقف مجاهداً حال منصوب علامة نصب الفتح المصري نجد دائماً للدفاع عن وطني أكمل باسم فاعل من الفعل استعدى طبعاً استعدى فعل سداسي يبقى نأتي بمضارعه يستعد يقلب حرف المضارعة من مضمومة ويكسر ما قبل الآخر يبقى مستعد المصري مستعد دائماً للدفاع عن وطني أكده خلصنا التدريبات بتاعتنا إن شاء الله وما تنساش معاني لايك وشير واشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس حتى يصل لك كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر